كما هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وبعث رئيس مجلس الوزراء أيضا ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأظهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم هذا وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة المباركة على الشعب المصري متمنيت دوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصب إليه من تقدم وازدهار